اشتركوا في القناة 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 نعم البراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصحابة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني بأصول الحديد من الصحابة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا هذا الرأي وهذا واحد يحج اشتركوا في القناة القناة الناس مكة في القناة الفريقين وهذا اهمية نعم هناك في القناة اشتركوا اشتركوا تمام مدينة نعم قبله هجرة الموصلة يحتاجوا قال قال مدينة المكة المكة مكة المدينة المدينة فهي مكية لكن هناك استثناء هي سورتين البقرة وآلي عمران فهما مدنيتان بالإجماع في إجماع هذا الأمر تماما وفي سورة الرعد خلاف سورة الرعد هي خلاف لكن البقرة وآلي عمران هي مدنية نعم فإذا أول حاجة كل سورة فيها لفظ كلة فهي مكية كل سورة افتتحت يعني مثلا سورة الكهف سورة كافايا عنصاد طبعا ليس الكهف سورة مريم كل سور فيها الأحرف المتقطع أحرف التهجي في البداية هي سور مكية إلا البقرة وآلي عمران من نسبة سورة الرعد هناك خلاف كل سورة فيها النداء بيا أيها الناس يا بني آدم فهي غالبا على الغالب هي مكية هي مكية وكل سورة فيها نداء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا على الأغلب مدنية ليست دائما لكن على الأغلب مدنية والسور ذات الآيات القصار المفصلة غالبا تكون مكية فهذه أربعة أمور خصائص مكية أو مدنية تمام؟ إذن كل سورة فيها كلا هي مكية كل سورة فيها أحرف التهجي في بداية الأحرف فهي مكية إلا البقرة وآلي عمران وهناك خلاف بنسبة لسورة الرعد كل سورة الآن نأتي على الأغلب كل سورة خطابة مثلا يا أيها الناس يا بني آدم تكون مكية على الأغلب وعلى الأغلب يا أيها الذين أمن يخاطب بها المؤمنين لأن العموم في ذاك الوقت مؤمنين في المدينة وفي عموم النزول في مكة كانوا أهل الكفر نعم هذه بالنسبة ماذا؟ اللفظية والأسلوبية الآن نتحدث عن اللفظي والأسلوبي طيب الموضوعي قال خصائص القرآن الكريم المكي والمدني طبعا يا جماعة أنا برجع بأكد أيش بدك تسأل أي سؤال مباشر اسأل لا تستنى يخطر ببالك أي سؤال مباشر اسألني نعم لو قاطعت في شيء مشكلة نعم دكتور هلأ بالنسبة للخصائص القرآن المكي والمدني اللفظي أو الإسلوبي نعم هاي بشكل مطلق بشكل مطلق بشكل لا لا أنا قلت بشكل عام نعم 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 نحن نقول الآن على الأغلب على الأغلب يعني مثلا عندما نتحدث مثلا كل صورة فيها ندى يا أيها الناس يا بني آدم غالبا تكونوا مكية على الغالب تكونوا مكية طبعا هذا الرأي أنا تحدثنا عندما على الأراء الثلاث بالنسبة إلى المكي والمدني صح نعم طبعا الآن تحدثنا عن الأراء الأقوال أهل العلم الثلاث على أنه هذا مكي ومدني قالوا الخطاب الذي كان على الأغلب في مكة ماذا خطاب يا أيها الناس ليش؟ أنه أغلب الناس ليسوا من مؤمنين يعني كان يقول يا أيها الناس يا بني آدم لكن في المدينة الأغلبية ما أغلبية مؤمنة كان يخطيبهم يا أيها الذين آمن طبعا هناك خطابات أخرى يا أيها الرسول يا أيها النبي نعم فهذه على الأغلب نعم نقول نتحدث على الأغلب طبعا لا نتحدث يقينا تماما على الأغلب على الأغلب ما تحدثنا على الأغلب نعم الله يزيق الخير الله ما أمين وإياكم إن شاء الله طيب الآن هذه بالنسبة لللفظية والإسلوبية هذه بالنسبة للمدني اللفظي أو الإسلوبي نعم الآن بالنسبة للموضوعية نعم قال من خصائص مستمدة من طبيعة المرحلة التي عاشها محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مثلا في مكة كيف كانت حياته في مكة كانت حياته قاسية كانت حياته يعني صعبة جدا 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 فسبحان الله تلك المرحلة تحتاج إلى التثبيت تحتاج إلى زراعة العقيدة تحتاج إلى الغرس الإيمان أنت ملاحظ أنه خلال 13 سنة في مكة ما كان هناك عبادات ما كان هناك إيمانيات ما كان هناك مثلا صلاة ولا صيام ولا 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 أبدا إنما تثبيت 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 لماذا ترسيخ العقيدة عند الناس بالمدينة لا صار بناء دولة يعني الآن المدينة صار بناء دولة صار في توسع صار في فتوحات صار في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وصار أيضا تأمر منافقين يعني نعم هناك كان في عدو من أمامك هنا العدو من الخلف نعم في القرآن المكي ماذا كان أغلب شيء ذكر قصص الأنبياء يعني تجد قصص الأنبياء لماذا لا يثبت فيها فؤاد يعني دائما هذه القصص ماذا تثبيت فؤاد تثبيت عزائب عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قلنا نحن البقرة وآل عمران هي مدنية وليست مكي نعم إذن في العهد المكي كان مثلا قصص الأنبياء لأمم السابقة تجد أن أغلبها قصص تأكيد وحدانية الله عز وجل مرحلة بناء مرحلة تأسيس مرحلة دعم ترسيخ عقيدة يعني قلت لكم في الدرس الماضي أن تخيل أن ينزل الخمر مباشرة مثلا يعني ينزل الخمر في الآيات المكية وفي بداية الدعوة الإسلامية يقول لهم لا تشربوا الخمر لا بدنا نشرب الخمر ما كان في هناك عقيدة راسخة أن يأمر الله سبحانه وتعالى فيقول له سمعنا وأطعنا لكن عندما ترسخ الإيمان وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصر الله سمعت في تسليم مطلق إذن تأكيد وحدانية الله قدرته على بعث الأجساد بعد الموت السخية من المشركين من آلهاتهم تهديدهم بالعذاب الذكر قصة آدم إبليس تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الصدر تحمل أذى المشركين هذه أغلب تجد أن الآيات في العهد المكي تدور حول هذا تقريبا حول هذا تقريبا تماما هذه بالنسبة إلى الدعوة المكية يعني كانت الآيات تنزل مثل ما قلنا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالعهد القديم بالأنبياء اللي قبل من النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمين كيف كانوا كان يؤتى من قبلكم من قبلكم ينشروا بالمنشار من رأسه لا يتركه والله هكذا كان حتى النبي يثبت يعني الله يثبت نبيه ونبيه يثبت الصحابة هكذا دائما أيضا كان يتحدث مثلا بتوحيد الله عز وجل بخضراته على بعض الأموات بالتحدث عن المشركين عن السخرية من آلهاتهم بالجنة بالنار بقصة إبليس قصة آدم عليه السلام تثبيت النبي صلى الله هذا هو العهد المكي طبعا العهد المدني الحدود فرائط الأحكام تنظيم حياة الفرد لأنه صار في دولة لا صار في دولة الأمر بالجهاد الحديث عن الأحكام ذكر منافقين لأنه كان مدينة أغلبهم وكان ثلث جيش النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكثير منهم كانوا منافقين المؤامرات اللي بيحكوا على المجتمع الإسلامي الشؤون الشورى الحكم الرجوع إلى الكتاب هذا كان أيضا ديدا العهد المكي فهذا الفرق بين العهد المكي والعهد المدني عندما نسأل أغلب العهد المكي ماذا كان نقول هي كانت بناء عقيدة تصبير النبي صلى الله عليه وسلم تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصص الأنبياء الأم السابقة تأكيد وحدانية إلى البعث النشور الحساب يوم القيامة العذاب هذا كان العهد المكي طبعا عهد المدني صار هناك بناء دولة تحتاج بناء الدولة إلى الحدود إلى الأحكام إلى تنظيم الدولة تنظيم شؤون المسلمين الحديث عن الجهاد أحكام إسلامية ذكر المنافقين مؤامرتهم على المجتمع الإسلامي شؤون الشورى الحكم الكتاب السنة هذا هو كان العهد المدني طب الآن ربما تسألوني لماذا علي أن أعرف العهد المدني من العهد المكي شو السبب ما هي الفوائد قال من الفوائد معرفة العهد المكي مثل ما تحدث أن نميز بين الناس والمنسوخ بيش لأنه خلاص المنسوخ انتهى ما عدل حكم نحن نريد أن نأخذ الحكم الذي أراده الله عز وجل إلينا في هذا الوقت فإذا بيبين لنا منميز ما بين الناس وما بين المنسوخ أيضا نريد أيضا أن نستمع أو أن نعرف مثلا أين وردت هذه الآيات ما هو المقصود من هذه الآيات ما هو موضوع هذه الآيات ربما بعض الأحيان الناسخ والمنسوخ يكون هناك مخالف للشرع يعني في آيات نقرأها الآن مثلا تمر معنا يعني في آيات كثيرة تمر بنا ربما تكون هي منسوخة لا نعلمها مثلا مثلا يعني على سبيل المثال الحمد لله بيّنوا لنا كل هذه الأمور نعم اتنين من فوائد هذا العلم معرفة تاريخ التشريع الإسلامي وتدرج المشرع الحكيم في لقل الناس إلى المنهج الإسلامي المتكامل مثلا الآن لو نحن لنعلم مثلا من نزل أولا كيف سنعلم مثلا آيات الخمر على سبيل المثال يعني يأتيك الشخص يقول لك والله الخمر مو محرم في الإسلام ليه الله عز وجل يقول فيه منافع للناس نعم يسألونك عن الخمر يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس معناها الخمر فيه منفعة أو مثلا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرة أنا معناها بس صلي ما بسكر لكن بعد ذلك ممكن أشرب الخمر ما بصير هذا الكلام أنه هذه العيات نوسخات بقول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجسهم من عمل الشيطان فاجتنبوه لم يقل يعني اجتنبوه ماذا قل لا تقتربوا منه اقتراب حتى يعني هذه كلمة اجتنبوه في اللغة العربية هي أوسع من كلمة تتركوه أو لا تقربوه أو حرموه أوسع وأعظم وأشمل تماما فهذا كمان أيضا بهمنا جدا الثقة بهذا القرآن وبيوصوله إلينا سالم من أي تغيير أو تحريف ويدل على ذلك اهتمام المسلمين بالقرآن وتاريخ نزوله وتزيل دقائق نزوله الزمانية والمكانية ونقلها بكل أمانة وضبط نعم التمكين من فهم القرآن من خلال الواقع الذي كان ينزل فيه يعني عندما مثلا نعلم الواقع نزل فيه وأسباب نزول ومكان النزول ولماذا نزل أيضا هذا يعطينا ثقة كبيرة جدا أيضا أن هذا القرآن يصلح لكل زمان ومكان نعم أيضا التمكين من فهم القرآن من خلال الواقع الذي وتذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في الدعوة إلى الله فالخطاب المكي مثلا يراعي ماذا حالة الاستضعاف عند المؤمنين الطغيان استعلاء الكفر للكافرين بخلاف الخطاب المدني ففيه مراعاة القوة والتمكين والعزة للمؤمنين نعم هذا بالنسبة إلى فوائد معرفة المكي والمدني من القرآن الكريم نعم طيب شو هي عدد السور المكية والمدنية المتفق والمختلفية المتفقية والمختلفية قلت أنا هناك آيات مثلا اتفق أهل العلمي أنها مكية وهناك آيات اتفق أهل العلمي أنها مدنية لكن أيضا هناك آيات ليست هنا ولا هنا تماما إذن في كتاب الإتقان للإمام السيوطي أقوال كثيرة في تعيين السور المكية والمدنية حيث يقول المدني باتفاق عشرين سورة عشرين سورة مدنية باتفاق والمختلف فيه اطنعشر سورة وما عدى ذلك اللايات بقية كلها أو السور كلها بقية هي مكية إذن عان إن السور للقرآن الكريم مية وأربعة عشر سورة إن كان القرآن الكريم في يوم مية وأربعة عشر سورة عشرين سورة مكية واثنعش سورة في خلاف يبقى لنا أن المكي هي اثنين وثمانين سورة اثنين وثمانين سورة تمام إن أن القرآن الكريم هي مية أربعة عشر سورة مية وأربعة عشر عشرين مكي واثناش مختلفية بقي اثنين واثمانين سورة هي مكية طيب شو هي المدن المتفق عندنا سورة البقرة مثل ما حكينا وآلي عمران هاي باتفاق النساء المائدة الأنفال التوبة النور الأحزاب محمد الفتح الحجرات الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الجمعة المنافقين الطلاق التحريب والنصر هذو العشرين سورة طيب شو المختلفية سورة فاتحة هل هي مكية ام مدنية تمام سورة الرعد الرحمن الصف التغابن التطفيف والقدر ولم يكن الذين كفروا واذا زلزلت الارض زلزالها والاخلاص والفلاق والناس هاي المختلفية والبقية اثنين واثمانين سورة هي مكية اذا عندنا عشرين سورة مدنية واثمعشر سورة مختلفية واثنين واثمانين سورة هي مكية نعم طيب فيه اي سؤال لهم هل عندكم اي سؤال نعم وفيكم بارك الله ياكم تمام لانه انا حابب وقفهم ما كمل انا حابب وقف ما كمل ما بدنا ندخل لموضوع تاني ونقتشوف دي يعني هلي حابب يسأل اي سؤال تفضل يفتح المايك او اي مثلا تعليق ما فيش مشكلة يعني لو كان تعليق ما فيش اي مشكلة يعني تفضل اذا هذا بالنسبة فضل عليكم السلامة بالله بالنسبة الى السور المختلف فيها نعم يعني احنا مثلا ما فينا الرجح مثلا ولا قول على قول طبعا هناك من رجح لا هناك من رجح نحن بالنسبة لنا يعني الموضوع الترجيح الموضوع الترجيح سيكون فيه دليل قطعي تماما ولو كان هناك دليل قطعي لا خلاص انتهى الامر كنا ثبتناها اما مكي او مدني تمام هذا الكلام اهل العين لكن عندما قال هو مختلفيا ليش مختلفيا لانه هناك من يقول هي مكية هناك من يقول هي مدنية تماما وهذا عنده مثلا دليل وهذا عنده دليل لكن الدليل ليسدليلا قطعيا انه خلاص اتفاق اهل العلم ان هذه العشرين سورة هي مدنية تمام والمختلفة عندي انا 12 سورة هذه المختلفة يمكن ان تكون مدنية يمكن ان تكون مكية تماما فهناك من قال هي مكية هناك من قال هي مدنية لكن هي مختلفة مختلفة ربما تكون مكية ربما تكون مدنية عند اهل لكن فيه أقوال عندها أقوال وميسى هناك قول مرجح على قول فخلاصية مختلفة السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله بس بالنسبة للسؤال المختلفة فيها هون بالكتاب مكتوب صورة التطفيف في تصحيح لازم تكون مطفيفين وكمان تماني لم يكن هي صورة البينة لازم وإذا جلزلت الزلزل بس تسمية السؤال نعم نعم صحي الله يزيك خير نعم صحيح تاج إلى تعديل عدلوها عندكم الكتاب عدلوها نعم لم يكن الذين كفروا من الكتاب نعم والزلزلة والمطففين نعم عدلوها الله يزيك خير نعم طيب تمام هذا بالنسبة إلى العهد المكي والعهد المدني نعم قلنا أنه موضوع العهد المكي والعهد المدني مهم بالنسبة لنا يعني مهم لكل من تلذذ بعلوم القرآن لماذا مهم يعني جمالية السورة أن تعرف أين نزلت يعني عندما نتحدث مثلا عن السور ليش تلاحظ أنه الآن أغلب القرآن الكريم نزل في العهد المكي يعني عندك 82 سورة نزلت مثلا في العهد المكي لماذا الوقت والقلوب ناس النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كيف كان وضعه قبل الهجرة وضع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان صعب جدا كان وضعه صعب جدا حتى الإسراء والمعراج كان قبل هجرة النبي بأشهر قليلة جدا وصل لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث الآن نحن على أبواب الإسراء والمعراج لماذا كانت الإسراء والمعراج؟ الإسراء والمعراج هو مواساته من الله عز وجل للنبي هو هدية لنبي لطالما امتحن فصبر ولطالما اوذي فشكر ولطالما امتحنه ربه فازداد ثباتا ورسوخا على أمر الله عز وجل وضع صعب جدا وضع كان محير وضع عندني صلى الله عليه وسلم كان النفسي والجسدي والقلبي والروحي كان كله توفيت زوجه خديجة وكانت المعين والمؤنس الحبيب كان صدر الحنون توفي عمه طالب السند أبو طالب عندما قال له والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينه تماما مثل ما حكينا دائما تجد أنه مثلا في المكة ماذا دائما دائما يذكر الله عز وجل قصص الأنبياء واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كان يخبره كما صبر أولو العزم من الرسل فكان يذكر له الله سبحانه وتعالى قصصهم فعندما تقرأ مثلا قصص الأنبياء مثل موسى عليه السلام مثل إبراهيم تجد أنه كم قاسوا وكم وكم كم فيكون هذا التصبير للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثلا الأمم السابقة كم طغوا وكم تجبروا وكم تجرأوا أين هم الآن تلك بيوتهم خاوية وتلك عظامهم نخرة هؤلاء الأكاسرة الجبابرة تمود وعاد رمضات العماد فرعينة الشداد أين هم الآن فأذي كان يعني بعض الأمور التي تجد أنه مثلا في مكة هذه دائما هذه دائما لماذا؟ ما كان هناك مثلا عبادات ما كان هناك أوامر كثيرة ونهي يعني ما كان فيه كثير أمور نهي إلا إنما اعبدوا الله وحده لا شريك له تبرأوا مثلا من الأصنام تبرأوا من الشرك المشركين من جهالة الجاهلين نعم وهذا لهذا أمرنا أنه يعني لماذا مثلا نتعرف نتما حكينا موضوع الناسخ وموضوع المنسوخ يعني عندما يكون مثلا آية نزلت قبل آية فبهمنا نعرف أن هذه مكية مدنية إن كانت مثلا مكية ممكن أن تكون قد نسخت يعني والذين في سورة البقرة والذين يأتي الفحشة من نساكم فأبسيكوهن يعني كما قال الله فأبسيكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت يجعل الله لهم سبيلة هذه آيات منسوخة هذه آيات منسوخة طيب تماما إذن نلتقي غدا بإذن الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير وبصحة وبعافيته ما في أي سؤال إذن نتحدث بإذن الله عز وجل في الغدا بإذن الله عن الباب الثالث عن جمع القرآن وكتابته بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم آمين وإياكم أجمعين بارك الله بكم وحفظكم من كل سوء فأن لكم إن شاء الله الخير والتوفيق والتيسير والصلاح وإن شاء الله نشوفكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة